يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم في نصف نهاية كأس مصر عن موسم 2022-2023 قدر النادي الاهلي وبينكو صين بقى اللي مجهود يفوز على امبي الفريق المحترم 3-0 النادي الاهلي في افضل احواله على الاطلاق بمعنى انه الاهلي لو النهاردة ما قدمش اعظم المستويات ما قدمش مباراة خيالية يعني مباراة جيدة وبيقدر يكسب وبسهولة 3-0 وضيع فرص وكورة كمان في القائم لحسين الشحات في بداية المباراة الاهلي مارس الكولر خلاه فريق تقيل اوي اوي باي مجموعة لعبين يقدر يكسب النهاردة امام عشور على الدكة وحمد مجد أفشل لأساسي رامي ربيع بيرجع على الدكة وياسر ابراهيم هو لأساسي بتتكلم في كريستو لما ينزل يعمل مباراة جيدة بتتكلم في امام لما بينزل بيعمل مباراة جيدة اي مجموعة لعبين في النادي الاهلي الان يعملوا مباراة جيدة كهرباء يلعب مهاجم يسجل مودست النهاردة يلعب مهاجم يسجل لأول مرة مودست لسه طبعا عشان الناس بدأت تكتب وبدأت تقول محتاج يخش بدنان يبقى افضل من كده لسه بيستعد يعني هم محضرش مع النادي الاهلي في قطرة الاعداد فمودست واضح انه مش جاهز بدنيا بس الراجل عنده لمسات عنده لقطات لسه هنشوف برضو مش هقدر حكملك عليه من دلوقتي لسه مبينش حاجة مبينش امارات بس الهدف اللي سجله النهاردة اكيد هيساعده هيساعده كتير اول فترة اللي جايت تعالى نشوف الاهداف واول الاهداف كان عن طريق علي معلول في الديئة تلاتة وتلاتين من ضرب الجزاء تحصل عليها قليو ديانج علي معلول زي ما قلت لكم في المقدمة بيسجل الهدف رقم خمسين ليه في مشواره الرائع جدا والتاريخي جدا مع النادي الاهلي مع كده الهدف التاني سجله مودست طبعا بصعوبة مختاش بافضل شيء بس هي دخلت يعني ايه هو كان محتاج هدف اكيد وبدأ هو على طول بنسر النادي الاهلي في الاحتفال الهدف الاول لمودست مع النادي الاهلي والهدف الثاني في مباراة اليوم بعد كده الهدف الثالث البديل الرائع اساسي او بديل رائع دائما امام عشور يسجل الهدف الهدف التالت وهدف الختام دي النادي الاهلي في هذه المواجهة